مشاهدين ضيفتنا لليوم الأفايطي وهي معالجة عقلية وأيضا عاطفية اليوم رح نتحدث إياها أكثر عن هذا الموضوع بشكل موسع فالصباحة وأهلا وسهلا بيت ويانا أهلا وسهلا بيت ويانا وأكيد شفتي ويانا التقرير اليوم أكو تقارير كثيرة تقول أنه التوتر والاكتئاب يقلل من أنوثة المرأة شون رأيت بهذه الإحصائيات؟ هلا هي صحيح أنه التوتر والاكتئاب بيشتغل على سلوكيات الشخص يعني بنتقل من شخص مثلا بيكون عاطفي محب هادئ لشخص عنيف لشخص مثلا غير متزن عاطفيا أو بنقله من حالة لحالة هذا هو حالة الاكتئاب أو التوتر نعم حلو طب اليوم خلينا نتحدث عن لما نسمع أنه دائما المصطلح طاقة الذكورة وطاقة الأنوسة خلينا اليوم نتحدث عن هالمصطلحين نفصلهم بشكل علمي هلا لما نحكي طاقة ذكورية وطاقة أنثوية هي موجودة مش بس طاقة ذكورية عند الرجال وطاقة الأنثوية عند النساء هي موجودة عند الرجال طاقة ذكورية وطاقة أنثوية عند النساء طاقة ذكورية وطاقة أنثوية هلأ اللي بتفرق بين إيش معنى طاقة ذكرية وطاقة أنثوية هي السماث أو الصفات الموجودة بكل طاقة هلأ عند المرأة الطاقة الأنثوية اللي هي ترمز بالماء اللي هي الشوية الباردة موجودة في القلب عندها أما الطاقة الذكرية عند النساء بتكون موجودة الطاقة الذكرية عفوا عند النساء موجودة في القلب اللي هي المتوحجة النار المشاعر العواطر عند النساء الطاقة الأنثوية المتمثلة زي ما حكيت بالماء موجودة عند منطقتها الأنثوية والعكس كذلك عند الرجل الطاقة الذكورية موجودة عند منطقته الذكورية اللي هي المتوهجة أما الطاقة الأنثوية موجودة عنده في المشاعر عشان هيك ففي سمات بترمز للطاقة الأنثوية والطاقة الذكورية لكن لما نحكي أنه عشان تكون المرأة عندها الطاقة الأنثوية تمام أو متوازنة لازم تكون 80% طاقة أنثوية و20% إلى 25% طاقة ذكورية والعكس كذلك عند الرجل طيب شون نكون إحنا موازنين هذه الطاقات يعني أنه إحنا نعرف أنه جسم الرجل يختلف عن جسم المرأة ممكن صفات الرجل تختلف عن صفات المرأة وخاصة الهرمونات فإنه يعني شون نقدر أنه إحنا نسوي هذا الموضوع هلأ إحنا بحب أنه نعرف إيش هي صفات الطاقة الذكورية وإيش هي صفات الطاقة الأنثوية بعدين نحكي أنه كيف أنا بدي أوازنها زي ما تفضلتين سمات الطاقة الأنثوية أجان مش عند الأنثى بس كطاقة أنثوية اللي هي طاقة التدفق مع الحياة عرفتي الجمال التناغم المشاعر الطاقة الأنثوية تعشق الحب وتعشق كمان إحساسها أو إشعارها بأنوثتها كطاقة أنثوية طاقة الأنثوية طاقة الحدث مثال في الحاسة الساتة أو الحدث عند هاي الطاقة الأنثوية طاقة الأنثوية زي ما حكيت الموسيقى الأغاني اللي بتحسيها هيك الليونة والإبداع كيف الطاقة الأنثوية تكون مبدعة كمان إذا كانت الطاقة الأنثوية متوازنة بتكون متصل بجسدك بشكل كامل متصل بحثك وبتكون متناغم مع رتم الحياة أما إذا كانت الطاقة الأنثوية غير متوازنة بتكون فيه كثير فيه دراما كثير فيه بكاء كثير فيه مثلا نوع من أنه أنا ضحية أنا مسكينة كطاقة أنثوية ننتقل للطاقة الذكورية اللي هي يعني بتعمل على الهدف إنه وين فيه هدف من نقطة ألف لبا هيك بتشتغل الطاقة الذكورية طاقة الذكورية هي طاقة العمل طاقة النجاح طاقة القتال طاقة الصيد يعني بتحسي دائما الشخص اللي عنده طاقة ذكورية بحب يصطاب بحب يعطي طاقة العطاء طاقة الذكورية هي كمان زي ما قلت التنظيم تنظيم الأفكار طبعا تهتم بالكلام أكثر من العواطف بتكون حق تحكيني في منطق دائما الطاقة الذكورية طاقة التنظيم طاقة مثلا بتحب المقايدة تعشق المقايدة ما تحكي لها اعملي سوي حكي لها قيادية وكمان إنه إذا بتعملي هيك بعطيك هيك فتحب المقايدة لأخذ العطاء فإذا كانت متوازنة طاقة الذكورية أنت سواء كانت عند المرأة أو الرجل بكون فيه تنظيم في مثلا تحسي فيه نجاح بتحسي فيه وفرة بتحسي فيه أموال إذا كانت غير متوازنة بتحسي فيه غضب بتحسي الأنا والإيغو بيكون شغال بيكون فيه صراع داخلي عشان هيك أنا دائما بحكي الكوكب عبارة عن طاقة ذكورية من الرجال والنساء عشان هيك بتلاقي فيه حروب بتلاقي فيه خناءات بتلاقي التنين أول ما يحكم مع بعضها بيهبوا ببعض بيصرخوا بيخانقوا بعض عشان هيك إحنا لازم نوازن هلأ هاي الطاقة نعم حلو طيب اليوم إحنا يمكن الهدف الأسمن الجميع أنه شون نصل لمرحلة ننوازن هاي الطاقة لأنه يمكن بشكل خاص نجاح العلاقات العاطفية دائما لابد أن يرتكز على توازن الطاقة ما بين الطرفين فاليوم شون إحنا نوصل لمرحلة تكون طاقتنا متوازنة الطرفين الرجل والمرأة مضبوط يعني هلأ أهم إشي لما حكيت على السمات بشكل أو الصفات بشكل سريع بتمنى أنهم يكونوا تابعوا وقدروا يكتبوا إيش هي الصفات بدي من المرأة تراقب حالها هذا أول إشي تراقب حالها من أي طاقة عم تتصرف فبدي إياها تتابع حالها مع أي رجل بحياتها سواء كان شريكها أبوها أخوها أو أي طفل هل يعني بتنبع من طاقة أنثوية بتحسيها بتحكي بهدوء بتحسي بتحكي بجمال وأناقة وهيك ورسم وألوان وبتعطي حب ولا عم تحكي اعمل سوي وينك ما تعمل فعرفتي فتحسيها بدها تنظم طبعا طاقة ذكرية طاقة الأمان فبدها تشعر الأمان فبتلاقيها عم تعطي اهتمام الطاقة الذكرية حكيتها هي طاقة العطاء طاقة الأنثوية طاقة الأخذ فإنتي لازم تكون يعني قابلة للاستلام فبدي كل إمرأة هلأ مثلا بتشوف بدي إياها تراقب حالها هاي الفترة إنها من أي طاقة عم تنبع هل هي من طاقة أنثوية ولا ذكرية ونفس الإشي الرجل طاقة الذكرية عنده إنه مثلا بده إياه يراقب حاله إنه مع كل إمرأة بحياته سواء كانت زوجته شريكته أمه أو أخواته أو أي فتاة مثلا زميلته بالشغل هل هو بتصرف معاها من طاقة ذكرية إنه بحب يعطي الاهتمام للمرأة هل هو بياخد قرارات هو ماسك زمام الأمور ولا حساس بزعل ما بيعرف ياخد قرارات بخاف فهاي بتكون شوي طاقة أنثوية ضعيفة التردد طب أكون نقطة مهمة إذا تسماحيلي اليوم بعض الأحيان تقع المرأة بموقع بمنصب بمسؤولية نحس أنه لازم تبغي عليها طاقة الذكورة لازم هي تكون قيادية بشكل عام لازم تكون حاسمة أيضا هل لازم تفصل ما بين حياتها العملية أو الموقع تكون بيه وحياتها الشخصية أو أنه إلا رح يضغي عليها الموضوع سؤالك رهيب صراحة كتير مهم لأنه إحنا لما نقرر أنه أنا بدي أوازم طاقة الذكورية ولا طاقة الأنثوية بنس حالي فبصفي أنه أنا بس بدي أبحث على الجمال بدي أبحث على هذا الإشي وبالشغل ما بينفع إذا أنت كنت بالشغل لازم ترفعي طاقتك الذكورية لازم تكوني ماسك زمام الأمور لازم تقدر يتأخذ قراراتك بحالك تقدر يتحلي المشاكل ما بينفع تكوني صاحبة بزنس أو عمل ما تكوني قاعدة تستني تستلمي لازم تكوني عندك هذه الطاقة القيادية زي ما قلتي بتكون بالشغل بترجع على البيت دائما بالبيت من الرجل والمرأة إذا أنتوا عايشين في عائلة لازم الطاقة الأنثوية تكون 95% من الرجل والمرأة اللي هي طاقة الحب وطاقة الإبداع بالشغل ارفعي طاقتك كأنثى ونفس الإشي الرجل في بعض الأحيان ما بينفع يضلوا ماسك زمام الأمور بتعب بصير بده حدا أنه يعني كتف يستند عليه بالضبط كتف فهنا بخفض طاقته الذكورية بترتفع طاقته الأنثوية المرأة المسلا السند والدعم اللي رح ترفع طاقتها الذكورية عشان تقدر تهتم فيه وتقدر تحسسه في الأمان فهنا أنت بتقدري ترفعي أنت ترفعي طاقاتك وأنت تخفض طاقاتك نعم طيب يعني ذكرتي مثل هيكي علاقات أنه بالدوام تكون أنه هي المسيطرة هي القيادية هي الكذا بس ممكن أنه هاي الطاقة اللي بالبيت لازم تستمدها من أحد يعني هي مو بالضرورة تكون أنت تطيها هاي الطاقة نفسها لازم يكون شريكها مثل ما ذكرت أو أحد راجع لها بالبيت أنه ممكن تستمد من عندها هاي الطاقة ولا لازم هي اللي تنطي هذا الشيء نفسها هي من أهم الأشياء أنها هي تكون كأنثة وكرجل نحن نحكي كيف بدنا نوازن طاقاتنا لازم تكون عندنا السيادة والكمال لازم أنا لما أفوت على علاقة ما لازم أكون عارفة أنه أنا فايتة على العلاقة مش كاحتياج يعني بدنا نفهم أنا فيك وبالاك ماشية والرجل أنا فيك وبالاكي عايش بس إحنا مع بعض بنقدر ننموم ونطلع لفوق بس أنه أنا هاي بدي أرفع طاقتي حتى كمان في بعض النساء بتكون طاقتهم الأنثوية عالية بس بترددات منخفضة زي ما حكيت تكون حساسة بتكون زعلانة دايما متضايقة بس بدها ترفع طاقتها الأنثوية توازنها وكمان ده ترفع طاقتها الذكورية فعشان هيك هي لازم تكون أردي الطاقة عندها جاهزة الطاقة الذكورية بس من الممكن تقدر تستمد شوية قوة إذا حدا يرفعها إذا التنين اتفقوا مع بعض أما إذا بدها دائما تروح نتشريكها أنه إنت أعطيني القوة ما بزبط بتروحي له كاحتياج فتحطي عليه لود وحجم كثير كبير ما يعني فأنت لازم تكون عندك السيادة والكمان لا هي ما رح تروح لك احتياج هي المفروض أنه من الطرفين اليوم مثل ما مطلوب من المرأة أنه دائما تحسس الرجل أنه أنت سندي أنت ظهري أنت القيادي أنت الوضع كله تبئيدك أنه لا تحسس أنه ولا شيء ولا إلى وجود أو اهتمام فبنفس هي شي طاقة تنطي للرجل وتنطي هي شي فاور وهي شي دعم فلازم أنه الرجل هذا قصدي أنه الرجل بنفس الوقت ينطي هذا الدعم أنه من يشوف زوجته لابسة شي حلو أو مسوية شعارها في التصريحة غريبة أو ممكن أنه حاطة ميكاب أو مسوية فتش يعني يحسسها بأنوثتها بس مية بالمية هاي زي ما حكيت من الصفات الطاقة الأنثوية التعشق أنك تحس تشعريها بأنوثتها لازم حتى له ما بيحب يحكي هذا الكلام يقولها إيش هذا وإنتي حلوة إنتي جميلة فهونا رح تبلش تعطيك كمان لما قلت هي طاقة الأخذ الأنوثة بس كمان هي بتعطي حب بتعطي تقدير بتعطي بس بردو بنفس الوقت ما بتقدر بتعطي من كوب مليان إذا أنت ما أغرقتها بأن تحسسها بأنوثتها وجمالها وتقديرها لا يعني فيه مشاكل بتصير بين الرجل والمرأة إنه البيت هو بتحسيه التزيين والجمال والديكور للمرأة فبتلاقي إذا تدخل الرجل كأنه أخذ المساحتها فهو لا يتركي لها المساحة يتركي لها الإبداع نعم طيب اليوم هل ضغوطات الحياة والظروف اللي ممكن يعيشها سواء الرجل أو المرأة ممكن تأثر بتوازن طاقاتهم طبعا يعني ممكن تخليهم لا إراديا يصبحون غير قادرين على مواجهة طاقاتهم لأنه يا أما الطاقة الذكورية تغلب عند المرأة أو الطاقة الأمثوية تغلب عند الرجل صحيح طبعا هي ضغوطات الحياة زي ما تفضلت والي داي قلتوا إلها دخل بالاكتئاب إنها بتغيرنا رح تغير السلوكيات بتاعتنا فلازم كمان أنا عشان أوازن طاقتي لازم أشتغل على مشاعري لازم أشتغل على قلبي لازم أشتغل أنه كيف بدي أرفع طاقة الأمثوية في مثلا برامج عدة يعني مثلا زي أنا بعمل ببرنامج أنه بقدر أساعد الناس يردفعوا من طاقة منخفضة التردد لطاقة مرتفعة شو نقصد بمنخفضة التردد؟ أنت ذكرت قبل شوية نقطة بقى تعالق بهني أنه مرأة الأمثة تكون تملك الطاقة الأمثوية ولكن بتردد منخفضة هل نعني أنه هي عندها الطاقة الأمثوية لكن نقدر نقول نوعها رديء كتعبير؟ مش رديء كيف يعني لما حكيت الطاقة الأمثوية طاقة الجمالي الإبداع الحس الفني هاي مرتفع كلها بتحكي طاقات مرتفعة قوية يعني لفهم سمات عالية يعني سماتي كثير عالية ولكن المنخفضة زي ما حكيت حساسة بتزعل بسرعة ضحية دراما بتعمل هذا الأسلوب هاي منخفضة بزاف للتآمر إنه كل الناس ضدها لي لأنها ما بدأت تتحمل مسؤولية فبتحط مسؤولية حياتها على الناس فعشان هيك إحنا بنحكي طاقة منخفضة التردد حتى عند الرجل طاقة منخفضة التردد إيش هي الغضب الاصراخ الإيغول أنا إنه أنا أحسن أنا أفضل فبتلاقي دايما بصراع داخلي عند الرجل فعشان هيك يجب العمل على طاقاتنا يعني فيه زي ما حكيت إنه واحدة من البرامج اللي بعملها هيك فيه كمان برامج برضو إحنا بنقدمها إنك أنت كيف تتصل بالطبيعة تقدر تتصل بذاتك بدك ترفعي هاي الطاقات عندك فلازم العمل على مشاعرنا بدي أنظف الماضي بدي أنظف صدمات الماضي بدي أشتغل على هذا الموضوع مهمية إنه إحنا نظف الماضي هذا كتير مهم لأنه ماضيكي مستقبلك مربوط في ماضيكي إذا ما نظفتي وتقبلتي ماضيكي مستقبلك حيكون حزين حيكون موجوع حيكون فيه وجه حيكون فيه معاناة فلازم نشتغل على طاقة القلب عندنا لازم ننظف هذه الطاقة المشاعر طيب خلينا نجي من ناحية الجمال مرة ثانية اليوم ممكن أنه المرأة يزيدها من ثقتها بنفسها يزيدها من أنوثتها الزايدة تلتجع ممكن لعمليات التجميل تلتجع لأشياء اللي ممكن أنه تغير من شكلها من جسمها حتى تنطي ثقة زيادة اليوم في نفسها وفي اهتمامها بنفسها وبأنوثتها هلأ هي زي ما حكيت الطاقة الأنثوية طاقة الجمال لما تكون متوازنة بتكون متصلة بجسدك بتحب حالك بكل إشي تحب حالك شعرك نافش شعرك ناعم بتحب حالك عندك كرش ما عندك كرش بتحب حالك بكل صفاتك لكن احنا بالعادة الميديا صور لنا الجمال أنو أنت لازم تكوني جميلة لازم تكوني بيرفكت يعني أون بوينت لازم ما يكون فيك غلط الأنف اللي هيك الجسم الممشوق الخصر اللي هيك والشعر الساحل فبتحسي حالك تتطلعي طبعا ما تنسي الفوتوشوب ما تنسي أنو مثلا كيف بعملوا حتى عارضات الأزياء لازم تكوني نحيفي وما تاكل فبتصفي عندنا مشاكل بتصير عندنا عدم رضا إذا منتطلع على غيرنا هي كمان لازم تزيد ثقتك بنفسك إنو لما تكون طاقتك مرتفعة بتكوني حاب بحالك بتكوني رضيانة بحالك زي ما أنت هلأ بتشوفي كتير في نساء قمة في الجمال بس ما تيجي تحكي لها حلو ما بتصدق يفقدون فاقدين الثقة بذلك؟ ممكن الأم ما كان دايما تقولها أنت حلو هيك لأنو معجوئين بالحياة فبتفكر إنو أنا مو حلوة بينما بتلاقي بنات يعني عادي جمالهم كتير عادي بس عندهم ثقة بالنفس رهيبة ورائعة لأنو أنا لست جسدي أنا عبارة على الإنسان اللي جوه أنا بحيفها بتلاقي حتى بتشوفيها كتير حلوة لأنو طاقاتها رائعة تكون طاقاتها دائما مرتفعة فدائما هذا شوي الميديا بلعب دور ولكن طاقتنا كمان زي ما حكيتكم منخفضة التردفة ما بكون عندي اتصال بجسدي فبخلق عندي عدم أمان يعني إن سيكريتي إن أنا حدا مو حلو فبلجأ لعمليات التجميل بلجأ إنو بدي أكون زي هذا الشخص فبخلق عندي إنو عدم تقابل لطاقة الأنثوية نعم طيب هل اليوم يعني توصلنا هذا للقطة أخرى أنو أكرتي بعض ما بين الطاقة الأنثوية والذكورية والشكل الخارجي لأنو نشوف بعض الإناث استحديدا خليني أخص بالذكر اللي استايلهم أو شكلهم يوحي يعني يميلون بي للرجال أكتر سواء من قصة الشعر من النوعية المنابسة اللي يلبسوها فنشوف لا إراديا إنو هما طاقتهم تكون دكورية أكتر يعني أنا ما بعمضي شفت أنتا ما خدا استايل الرجال أو متشبهة بيهم وطاقتها أنتوية هل اليوم الشكل الخارجي يعني نقدر نقول إنو إلي ربط بموضوع الطاقة الأنثوية؟ في إليها ربط يعني بشكل عام آه بيكون إليها ربط أنا من الأشخاص اللي كان شكلي أنثوي عادي بس كان الطاقة الذكورية عالية اللي أنا بدي أنجح بدي أعمل بدي أسوي كنت بس باهتم حتى بشكل خارجي كأنثة بس في نساء إنها بتقول ما لأنه زي ما قلت هو طاقة الأنثوية طاقة جمال بكون مش فارق معاها الجمال بدي ألبس لبس واسع بدي أربط شعراتي ما بدي أهتم بحالي دائما النساء بالأخص نساء الوطن العربي تخلق بطاقة ذكورية عالية ليه؟ عشان تثبت أنا بدي أثبت حالي أني قوية بدي أثبت حالي أني ناجحة بدي أثبت حالي أني أنا زي الرجال لأنه شوي إحنا مجتمعاتنا بتحس المرأة إلها شوي دوري يعني بتكون مستضعف فالرجل هو ماسك زمام الأمور فبتتخلق على الوقت أنه أنا قوية أنا شجاعة أنا هيك فبتتخلى عن قوتها الحقيقية هي قوتها بأنوثتها فبتلاقيها بتلجأ إنها كل تركيزها على العمل كل تركيزها إنه مش فارق معاي ستايلي مش فارق معاي نعمل أضافري بتنسى جمالها بس هي نسية طاقة كتير عظيمة فيها فبتلجأ لشكل إنها طاقتها تكون ذكورية بهذا إيشو بتحط طاقتها الأنثوية زي ما بحكي تحت السجادة نعم طيب أنا أريد نصائح أخيرا اليوم لكل الإناث اللي دايشوفونا دائما قوتك للإناث عم نحكي بشكل عام قوتك إنك ترجع إلى طاقتك الأنثوية وليس قوتك إنك بتتخلي عنها وتلجع إلى الطاقة الذكورية النجاح رائع النجاح إشي عظيم زي ما حكيت والإنجاز لكنها كلها يعطيها طاقة ذكورية زي ما تفضلتوا بالبداية بالعمل خليك ناجحة بس ادمجي كمان خلي طاقتك ادمجيها الإبداع هي طاقة أنثوية دخل الألوان دخل الحب والتعاطف والحنية بعملك فهاي أنت بتقدر ترفع طاقتك لكن قوتك بحقيقتك كوني حقيقية نعم أكيد شكرا لتشألاء نورتينا بصراحة الحديثياش جدا ممتع وإن شاء الله أكيد نتلاقى بحلقات قادمة شكرا شكرا